كيف يتفضل الآن المدرس المساعد أسعد عقيل المحنة من العراق لتقديم ملخص بحثه الموسوم التعانق الدلالي في مناجات المفتقرين للإمام السجاد عليه السلام الأستاذ أسعد حاصل على شهادة البكالوريوس في اللغة العربية وآدابها وحاصل على الماجستير في اللغة العربية عن رسالته وسائل التخصيص في كتاب كامل الزيارات لابن قولويه القمي وحاليا طالب دكتوراه وهو يعمل حاليا مدرسا في المدير العام للتربية في محافظة بابل تفضل الأستاذ أسعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد السلام عليك يا سيدي ومولاي أب الفضل العباس ورحمة الله تعالى وبركاته العلماء الفضلاء أصحاب السماحة المسؤولين في العتبة المقدسة الأحاضرين جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عنوان بحثي طبعا أنا أقل من أن أكون مشاركا في هذا المكان ولكن هي بحمد الله تعالى مشاركتي الأولى في المؤتمرات العلمية هذا البحث كان جاهزا ومكتوبا قبل دخولي في الدكتوراه عنوانه هو التعانق الدلالي في مناجات المفتقرين للإمام زين العابدين صلى الله وسلامه عليه القصر بأدوات الاستثناء أنموذجا يعني التعانق تجاذب نحن نذهب الآن إلى الملخص التعانق تجاذب وهو في الكلام مرتبة عليا من ترابطه لا يتحقق إلا في القرآن الكريم وكلام النبي صلى الله عليه التعانق مرتبة عالية من القصد تعني أن كل كلمة تطلب أو كل عضو من أعضاء الكلام يطلب أخاه طلبا متبادلا وهذا لا يتحقق في العادة في كلام سائر الناس يدل على ذلك التفاوت البدهي بين الناس في مستوى بلاغتهم في الكلام تبعا لتفاوت أدائهم اللغوي ومعارفهم وأن لذي لب أن يشك في أن كلام النبي وآله صلى الله عليه أسنى كلام البشر لغة ومعارفا وعليه قد لا يكون لبحث التعانق وجه في غير القرآن وكلام النبي وآله صلى الله عليه إذ يستبعد أن يكون كلام سائر الناس مقصودا إلى هذه الدرجة وهنا يعني أنا أشير إلى أن هذا البحث لا يعني أني أتوخى وأنا أقل من ذلك يعني معرفة قصد لإمام سلام الله عليه لأن معرفة القصد عمل الفقهاء إنما عملنا أن نتدبر فكلام آل البيت صلى الله عليه كالقرآن الكريم يتدبره عامة الناس ولا يفسره إلا العلماء فهنا يعني وقفت في البحث على نظرتين نظرة عامة ونظرة تفصيلية درست وحللت أربعا من جمل القصر في هذه المناجة أما النظرة العامة فوقفت فيها على ملامح مشتركة في جمل القصر في مناجات المفتقرين للإمام زين العابدين فهذا ملمح أول في الكلام العربي الفصيح تتمتع إلا برصيد استعمالي يتفوق أخواتها وهذا التفوق لإلا في الاستعمال في الاستثناء والقصر تجلى في جمل القصر في هذه المناجات الشريفة إذ جاءت أغلب الجمل بهذه الأدات مقصرة بهذه الأدات ملمح ثاني النفي بلا النافية المتلوة بفعل مضارع هو الرداء الذي اجتمع أسلوب النفي على ارتدائه في جمله القصرية هذه في تركيب محضته لا والفعل المضارع ومجيء هذه الجمل دعاء محضته للزمن المستقبل ملمح ثالث تشكل الضمائر هذا ملمح مهم تتشكل الضمائر لحظة أي تتشكل الضمائر في جمل القصر في هذه المناجات تشكلا تدرجيا تصاعديا في خطاب دعائي ينطلق فيه المفتقر انطلاقة منكسر عانق شعوره بالانكسار والافتقار تلك الألفاظ المضاف إليها ياء المتكلم كسري فقري روعتي وهكذا التي هي ياء مدية كسرة طويلة يواشج تنزل اللسان عند النطق بها ذينك الانكسار والافتقار كما في كسري فقري روعتي ثم يمر بضمير الغيبة العائد على تلك اللفظة المضاف إليها ياء المتكلم لا يجبره لا يغنيه لا يسكنها يعني هذا تسلسل تصاعدي في الضمائر ثم يحط رحال أمله ورجائه عند كاف الخطاب إلا لطفك وحنانك إلا عطفك وإحسانك إلا أمانك ومن المشعور به أن كاف الخطاب يؤدي في هذه الجمل دورا ندائيا يخصص القصر ويقويه يعني هذا حقيقة من أبرع ما تجده ولا تجده إلا في كلام أهل البيت سلام الله عليهم فالإنسان المنكسر يبدأ بها المتكلم ثم يصل إلى هاء الغيبة ثم يحط رعاله عند كاف الخطاب وهذا تعانق بين البنية وحال الإنسان المنكسر الذي يوضع الله تعالى أملا له وتجسد ذلك الأمل في كاف الخطاب ملمع رابع ثم تحتمالان هذا نتركه هذا الملمح لإختصارا للوقت يعني لحظة يعني هنا ملمح خامس جمل القصر في هذه المناجات خبرية التركيب إن شائية المعنى أما إن شائيتها فلأنها دعاء وأما خبريتها فالعبد إنما يخبر قلبه الداعي لا يخبر الله وإنما يخبر قلبه عسى أن يخشع ويتوجه إلى الله القريب الذي يجيب دعوة الداعي إذا دعاه النظرة التفصيلية هنا سأقف عند نماذج أحاول أن أسرع في مثلا في الجملة الأولى إلهي كسر لا يجبره إلا لطفك وحنانك نحن سنقف مثلا على كيفية التعانق ويعني مثلا حين نقف على العلاقة بين الكسر والجبر ما التعانق بينهما يعني مثلا الكسر هو أصل واحد صحيح يدل على هشم الشيء وهضمه يعني هذا تهشم وما الجبر فهو أصل واحد وهو جنس من العظمة والعلو والاستقامة وقريب منه أن يقال إنه ظهور العظمة ونفوذ القدرة هناك هشم وتكسر وهنا علو وظهور عظمة ونفوذ قدرة وتسلط على أمر بحيث يجعل الطرف عفوا بحيث يجعل الطرف تحت نفوذه وحكمه إذن هما متعانقان من جهة أن ذاك الحظمة والكسر بحاجة إلى نفوذ قدرة ليتمكن من معالجته وبذلك يكون كل منهما طالبا للآخر معانقا له ومعلوم أن الإنسان يستسلم استسلاما تاما عند ضعفه وانكساره فالشعور في الكسر الذي هو أعلى مراتب الضعف بناء على المعنى اللغوي المتقدم مدعاة شعور بالحاجة إلى ذي قدرة مهيمن على ذلك الكسر قادر على جبره ولا يخفى أن الكسر والجبر هنا معنويان بالدرجة الأولى على أن تقمص الجبر قميص المضارع لا يجبره ومجيئه في تركيب قصر علاوة على معنى الهشم والحظم الذي يدل عليه القصر كل ذلك يشير إلى معنى نفسي فالإنسان يشعر بالضعف وتتشتت قواه إذا أصابه كسر فينخلع عنه الشعور بالقدرة ليحل محله ذبول الافتقار والحاجة فيشخص بصره وهنا يعني الإنسان حين يشخص بصره إلى الله تعالى الإنسان المؤمن لا يتوجه إلى حلول التنمية البشرية وهكذا لا يتوجه إلى الله تعالى هذا من معطيات التعانق في هذه المناجة ثانيا معنى اعتقادي وهي دلالة القصر فالمؤمن المعترف بالكسر لا يشخص ببصره صوب حلول تنمية بشرية أو علم نفس يتنقل بينها عسى أن يطمئن بها قلبه بل هو يعرف إلى من يتوجه وأخيرا بعد معرفي يتمثل في حسن اختيار المفردة في الحديث مع الله سبحانه وعدم التحدث معه بألفاظ غير مختارة بعناية قد يسبب التهاون في اختيارها سوء أدب في الحديث معه سبحانه وهنا يشع دور المعصوم وموقعيته المحورية فد في الدعاء بمقتضى تكامل معرفته بالله سبحانه دكتور نبهني إذا انتهى الوقت دقيقتين إن شاء الله يعني هذا بالنسبة للعلاقة مثلا بين الجبر أما العلاقة بين الجبر واللطف والحنان طبعا اللطف هو النفوذ في بواطن الأشياء والحنان هو الرحمة والمحبة والإقبال على العباد يعني النفوذ في بواطن الأشياء يناسب ما في الكسر من هضم وينافس ما في الجبر من قدرة ونفوذ وتسلط لذلك اللطف هو النفوذ الله تعالى لطيف نافذ في بواطن الأشياء حنان كثير المحبة والإقبال على عباده لذلك يناسبان حاجة المؤمن إلى نفوذ قدرة ذي رحمة لا ذي قسوة وهنا حقيقة يظهر التعانق في أعلى مستوياته فهذا بإيجاز أما في العبارة هنا يعني لو ننتقله سريحا وإخاله التضحى بعد هذا البيان يعني هنا أيضا وجه تقديم اللطف على الحنان يظهر من خلال أن اللطف هو نفوذ في بواطن الأشياء والحنان هو المحبة والرحمة فهو كأنه تقديم للسبب قبل النتيجة يعني النفوذ والمحبة قبل المحبة والرحمة بلحاظ قدرة الله سبحانه وتعالى فهذا يعني حقيقة أنا بقية الفقرات أيضا تحلل بهذا الشكل أنا لا أريد أن أطيل أكثر لأن البحث تحليلي وهو ليس يعني بحثا هو كان مشروع كتاب حقيقة لم ينجز بسبب القبول في الدكتوراه بحمد الله تعالى إن شاء الله أسأل الله تعالى أن أوفق بدعواتكم لإتمامه وإن كان عملا قاصرا في رحاب الأئمة صلوات الله وسلامه عليه هكذا وقد بانت النتائج مما تقدم يعني هو بانت نتائج البحث من تعانق على مستوى البنية وحال الإنسان وعلى مستوى الألفاظ فيما بينها والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله محمد الموفق سيدنا الأستاذ أسعد عقيل الله يجزيك خير إن شاء الله أما في الأخير بالنسبة للمدرس المساعد الأستاذ عقيل لمحنى وكلامي ليس له مفهوم يعني لله دره إذا ساغ لي أن أنطق باسم العربية وأربابها فالشكر يرفع إليه في أدائه في نحو في الصرف وفي روعة السبك الذي جاء به مضافا لما حباه الله سبحانه وتعالى به من صوت إعلامي جميل والحمد لله رب العالمين أحسنتم الأستاذ أسعد عقيل كذلك أجاده في استعمال اللغة العربية وأغضطه على استعماله للمصطلح التعانق الدلالي وهو مصطلح فيه نوع من الابتكار لكن حينما كان العنوان القصر نموذجا كنت أتمنى أن لا يقتصر على النفي وإلا وإنما هناك أداة قصر أخرى وهي إنما كان ينبغي أن يتحدث لنا ولو بإيجاز عنها ذكر لنا أن هناك طلب وإخبار في آن واحد وطلب لا يجتمع أو لا يكون هو إخبارا وإنما الطلب يخرج إلى الإخبار وشكرا جزيلا بالنسبة لأستاذ أسعد عقيل نحن نتفق كل جميعا على أن الله سبحانه وتعالى هو مسبب الأسباب وهو المشفي ولكن هل هناك كان صوت ضمني للبحث من خلال إلغاء دور التنمية البشرية وعلم النفس لا أدري أن نرجع التوضيح لهذا من خلال الباحث الدكتور أحمد العطيم من مديرية الوقف الشيعي في النجم شكرا 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 لذلك الباحثين العفو جنب سيدا الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد بالنسبة لما تفضل به بشأن علم النفس والتنمية البشرية طبعا علم النفس هو من العلوم المهمة وأنا لم أقصد إلغاءه التنمية البشرية فيها كلام نعم لكن علم النفس علم مهم ولكن القصد من الكلام هو أن التوجه إلى الله تعالى رأس الحلول النفسية وأولها وفي هذه المناجهة في مناجهة المفتقرين لإمام زين العابدين سلام الله عليه تظهر محورية التوجه إلى الله سبحانه وتعالى قبل تلك الحلول أما ما تفضل به الدكتور كريم حسين ناصح الله يحفظه فكلام أهل البيت سلام الله تعالى عليهم فوق اللغة وسيدها جمل هذه المناجهة جمل هذه المناجهة كانت جملاً خبرية التركيب لكن معناها باعتبارها دعاء المناجهة دعاء فمعناها بالنتيجة طلبي إنشائي المؤمن يطلب أن يجبر الله تعالى كسره وأن يغني فقره ويسكن روعته والحمد لله رب العالمين الله يحفظك ويسلمك يجزيك الله خير إن شاء الله